أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس التي تطل عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن حسب آخر النماذج إذن أمطار غزيرة راح تكون في الموعد منخفض جو راح يستمر إلى غاية نهاية الشهر الحالي شهر فيفري كمية الأمطار تتراوح بين 30 و40 مم محليا على المناطق السحلية الوسطى الشرقية الغربية الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا فالحيطة والحذر لمستعملي الطرقات ولأكثر تفاصيل مشاهدين الكرام نروح نشوف الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة نهار الغد إن شاء الله إذن حسب آخر النماذج حسب مصلحة الأرصاد الجوية إذن أمطار خير راح تكون في الموعد إن شاء الله على معظم الولايات الوطن والولايات المعنية بذلك هي الجزائر العاصمة بومرداز تيزي وزو بيجاية البويرة الشلف أم البواقي سطيف باتنا خنشلة البليدة تلمسان وهران معسكر سيديب العباس سعيدة مستغانم تيسمسيل تعين دفلة المسيلة المدية تيارت عنتيموشنت غيليزان تيبازا ميلا سوقهراس الطرف سكيكتا عن نابا جالما قسنطينا جيجل وثلوج وأمطار على ولاية جيجل وكذلك نرتقب أيضا رياح قوية راح تكون في الموعد إن شاء الله وتستمر لغاية السادس والعشرين من شهر فيفري وتصل سرعتها إلى غاية خمسين كيلومتر في الساعة والولايات المعنية بذلك هي وهران تلمسان سيديب العباس معسكر سعيدة النعامة عنتيموشنت غردايا البيض وحتى على مستوى ولاية أشلف في حين ستشهد المناطق الصحراوية أجواء صافية مشمسة تماما إذن بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لصبيحة نهار الغد إن شاء الله إذن سجل مقياس 6 درجات على مستوى الجزاء العاصمة وحتى على ولاية عنابا سكيكتا الطرف 9 درجات على مستوى ولاية وهران سجل مقياس 13 درجة بوسط الصحراء عين صالح و19 درجة كأعلى مقياس مسجلها بأقصى الجنوب تحديدا بعنقزة بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله إذن استمرار تسقط الأمطار على معظم المناطق الساحلية الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا لعم الصفاء على جل المناطق الصحراوية إذن بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله إذن درجات حرارة فصلية منخفضة على العموم برودة رح تكون في الموعد إن شاء الله على موظم المناطق الساحلية وحتى الداخلية للوطن نسجل مقياس بين 6 و7 درجات على المناطق على ولايات الهضاب العليا أقول و32 درجة كأعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنوب تحديدا بعين جزامتين زواتين وحتى بأباليسا الملاحة والصيد البحري نهار الغد إن شاء الله إذن حالة البحر رح يكون هائج مفترب على كافة السواحل مع اتجاهات الرياح رح تكون مختلفة إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالموعد الفلكي لشروق الشمس لرح يكون في حدود الساعة السابعة صباحا و26 دقيقة بحول الله وغروب الشمس لرح يكون في حدود الساعة السادسة مساء و37 دقيقة بحول الله في الختام مشاهدين الكرام وجوب توخي الحيط والحذر ولأكثر تفاصيل سنوفيكم بها في نشراتنا اللاحقة إن شاء الله شكرا وإلى اللقاء